السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس ان شاء الله رح نتعرف على السوديو يوتيوب علشان نروح للسوديو يوتيوب التحليلات القوامة الشغيل وغيرها وغيرها اما بالضغط على هذا السوديو الزر او من هنا ساخلكم تشوفوا بقية الطرق السوديو يوتيوب رح ينقلنا الى هذا الصفحة واللي من خلالها اقدر ان اعديل الفيديوهات قم بعملية التعديل هنا رح تظهر لي لوحات المفاتيه يعني لوحات التحكم هذه اللوحة لاحظوا هذا اخر فيديو قمت بتحميله قبل تسع ساعات هو هنا اصلا ايش اللي عامل لسهم ماذا على اساس انه يعني لاحظوا ثلاث مشاهدات تسعة عشر ثاني متوسط هنا اصلا بيقارنوا مع العشرة الفيديوهات اكثرها الاكثر مشاهدتا فبالتالي هو بيعتبروا ايش انه في زي ما ظهرت الان بس اهم الاحمر لكن خلونا من هذا هذا الاحهم وهنا يظهر لنا التقارير وقت المشاهدة بالساعات يعني بالمقارنة انا القناتي حاليا لها تقريبا خمس سنوات بس كنت من فترة لفترة انزل فيديوهات وحيانا اوقف واقف احيانا اشهر يعني بشكل غراري لكن هنا رح يقارني مع الشهر اللي بالعامل السابق فبالتالي انا في زيادة اربعة عشر بالمية راح نعرف هذا التفاصيل الكامل هنا عندي 1258 مشترك في قناتي مشرف لنا اذا كنت زاهر ان تكون مشترك في قناتي هذا هنا واجهة هنا عندك الاخبار هنا في عندك يعني في عندك دروس زي تقدر تشوف الفيديوهات اشياء الجديد اشياء الافكار اللي يعني على اساس انه يساعدك على اساس اه قناتك تصبح عالمية راح يظهر لي بشكل مختصر الفيديوهات الاكثر المشاهدة اقوم بضغط عليه انتغل الحصائيات هذا الطريقة الطريقة الثانية ان اضغط على الحصائيات 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 هنا لما اعمل الحصاء الحصاءات راح يظهر لي بشكل كامل هنا عندي الوقت الفعلي يعني خلال ثمانية وربعين ساعة عددها المشاهدة في قناتي اربعمية وتلاثين في هذا اللحظة اول ما انشأت القناة تخيلوك ان عدد المشاهدة تقريبا خمس عشر مشاهدة خلال اسبوع كامل فكانت بالنسبة لي صراحة صدمة وصدمة كبيرة جدا لكن هنا راح يظهر لي عدد المشاهدات بس الاهم يعني كقناتك اساس اهل تحقيق الدخل الاهم عدد الساعات يعني انا اللي يهمني عدد الساعات المشاهدة صح انه يؤثر لما تكون مشاهدة كثيرة الشي طبيعي انه يكون في زيادة بعدد الساعات لكن هذا مش شرط يعني اساسي لاحظوا اكثر الفيديوهات في الشهر هذا بالذات هي الفيديوهات التعليمية لانه الشخص لما يدخل ويبحث عن شي راح يشوف الفيديو من البداية لنهاية فبالتالي هذا راح يرفع اه من نسبة عدد الدقائق او عدد الساعات راح اوريكم اه لحظة بسيطة تحقيق الدخل وراح نرجع نكمل بغية بالنسبة لتحقيق الدخل لاحظوا عدد المشتركين خلاص لانه عندك الف مشترك ومطلوب منك اربع الف ساعة عدد الساعات في قناتي الف ومية ووادعشر ساعة تم عارفيني الشباب انه وصلت مرة عدد الساعات لثلاثة الف ومية ساعة فانا كنت جاس منتظر اساس تكمل اربع الف ساعة فهذا من الخطأ والخطأ الكبير فبالتالي لما انت عندك اثناشر شهر اثناشر شهر مات عام كامل بعد ما يخلص اثناشر شهر تدخل في شهر جديد فبالتالي الشهر لو كانت احدك مشاهدة قوية باخر شهر من اثناشر فبالتالي بتروح عليك بتروح عليك عدد الساعات فالتالي من فترة لفترة راح تشوف انه تزداد عدد الساعات وتنقص فانا راح تعمل لك مشكلة اذا وقفت ما اكملت هذا طبعا على اساس تعرف كم عدد الساعات تعرف الشرطة وهنا راح يعطيك رسالة في حال اكملت اربع الف ساعة الان رجال اللحصات هنا راح يعطيني تقرير كامل هنا عدد المشاهدات هنا وقت المشاهدة بالساعات وهو الاهم هنا عدد المشتركين يعني في زيادة هو بيقارني للشهر هذا باخر اه بسبب الشهر السابق بنفس بنفس العام يعني كانه فارغ سنة فبالتالي هو بيعمل لك علامة زيادة في زيادة لاحظوا انا بالنسبة لعلامة الاشهر الخضراء معتو في اشياء ايجابي ازدادت عن الشهر السابق خلال العام كامل علشان نعرف لاحظوا هذا عدد المشاهدات خلال ثمانية عشرين يوم على سنة اغيرها لاخر ثمانية عشرين يوم اختار تسعين يوم لاحظوا كم بتزيد سبعة عشر الف قمسمائة مشاهدة بينما وقت المشاهدة بالساعات ماتين ستتسعين مشاهدة يعني كانه تقريبا يعني هكذا ثمانية وتسعين ساعة او مية ساعة عارفين نحن لو مية ساعة بالشهر اعتبار انه ما في فائدة قانتك ما رح تحقق الداخل نهائيا لانه انت عندك ثون عشر شهر يعني الف مواتين ساعة فبالتالي ما رح تستفيد نهائيا الشيء الايجابي انه منك تستمر يعني ما تنظر للخلف تنظر للنتاج هذا لانه احيانا تكون محبطة بشكل غير عادي لاحظوا عندنا عدد الساعات يعني عدد المشاهدات في عندك تدرج احيانا انحدار احيانا زيادة هذي خلال تسعين يوم انت تقدر تغييرها من هنا خلال هذا اللي يهمنا خلال آآ ثلاثمية وخمسةين يوم يعني خلال العام كامل لاحظوا عدد الساعات الف وماتين ساعة يعني هو لما بيزيد على المية الساعة عشر ساعات خلص بيحسبها كان ماتين بس مثل ما شفتها قبل قليل الف ومية وحد عشر ساعة لكن لاحظوا آآ من آآ من تاريخ الانشاء يعني قناتي حققت تسع الف ومية ساعة مشاهدة فبالتالي شوف الفترات اللي كانت فيها ازدياد بشكل غير عادي هذا طفرات تعتبر لاحظوا الفيديوهات لما تنزل الفيديوه بذاته الاخبارية حيانا تجي حالة انه الناس يبحثوا عنها ويدخلوا عنها وهذا حدثت تقريبا في يوم واحد اكثر من ثماني الف مشاهدة فهذه كانت بالنسبة دفع قوية لغناتي تخيلوا الفين وسبعمائة تسعين هذا بس يعني اللي يشاهدوها بنفس اليوم هذا الطفرة فبالتالي خلال السبع راح تنصل على سبعين ثمانين الف لكن مشكلتي اللي ما كنت افهمها انه فيديوهاتي كانت قصيرة جدا يعني نص دقيقة دقيقة لا يقوم نص فبالتالي لو كانت حتى لو حصلت على مئة الف مشاهدة يعني مئة الف مشاهدة في دقيقة بكم يعني مئة الف فبالتالي مئة الف دقيقة ما بتحقيق الرقم منها يعني الوقت الفيديو الوقت الفيديو مهم جدا وعامل كبير بشكل غير عادي الان نرجع تاريخ هنا عندك سبعين اذا حبيت تعمل مقارنة راح تكون شوف عدد الساعات ثمان وعشرين ساعة يعني قريبة تسو وعشرين ساعة هنا في عندك الجدول تشوف فيه هبوط وهذه المشكلة اللي يعاني منها لاحظ انك توصل ترتفع اه متفائل انها راح تزداد وانها راح تنقصها لكن الافضل انه الاستمرار بدون النظر الى الخلف هنا عندك مستوى الوصول الى الجمهور في عندك عدد مرة تظهور في عندك في زيادة يعني اه كانوا نقص واحد بالمية هنا ثانا بالمية يعني في زيادة بس نسبة بسيطة جدا لاحظوا عندك الحصائيات والشكل اليمين هنا يظهر عندنا مرة تظهر وتأثير في زيارات وقت المشاهدة بشكل حرمي لاحظوا الشكل هذا انتم ممكن تغييرات خلها مدة عام كامل المشاهدة النتيجة المرة تظهور احيانا جوجل شوفونا البحث بحث يوتيوب لاحظوا كما الفيديوهات اللي حصلت عليها ثلاثة وقمسين فاصل ثمانية يعني قريب اه ثلاثة وقمسين بالمية ميزة التصفح اه خارج الفيديوهات المقترحة الفيديوهات المقترحة ليوتيوب نفسه يقترح للشخص في الفيديو حقك على سبيل مثل لو لما يشاهد فيديوه عن اليوتيوب فهو بيقترح الفيديو حقيب من ضمنها ميزات يوتيوب الاخرى هذا كان خلال الصفحة في عندك بحث يوجل لاحظوا هو راح يجي من جوجل لليوتيوب النسبة كان ثلاثة بالمية يعني شي ما هو قليل الفيسبوك يعني قريب ثلاثة بالمية اليوتيوب نفسه اليوتيوب بلاحظوا يعني ستة يعني صفر فاصل ستة بالمية هنا عندك اشكال مصادر الزيارات الفيديوهات المقترحة راح ارجعها على اساس تكون مدة شهر كامل بعدا في عندك التفاعل شوف لاحظوا وقت المشاهدة بالساعات لاحظوا ان في بس في زيادة سبعة عشر بالمية يعني في عندك الجمهور وعندك طبعا الفيديوهات الاكثر يعني مشاهدة لاحظوا الفيديوهات التعليمية تحصل على افضل اداء صح انها ما بتكون سريعة زي الفيديوهات الخبارية لكنها بتجيب يعني مشاهدات افضل بكثير في عندك الجمهور تقدر نوع الذكور والاناث مشتركين وغير مشتركين لاحظوا ان عدد المشتركين يعني واحد فاصل واحد بالمية يعني قليل جدا هنا ظهرت ميزة لهم المشتركين الذين فعلوا خيار تلقي كل الشعارات لقناتك يعني عددهم ثلاثمية ستة وربعين واحد يعني سبع عشرين بالمية البقية ما هم فعلين الشعارات فبالتالي ما راح توصل لهم الفيديوهات يعني ما راح يصل لهم مشعارات مشتركوا الذين فعلوا خيار تلقي كل الشعارات لقناتك وفعلوا يو سعبت عشر. كنت شعرت لقناتي. هذا طبعا من ضمن الميزات الجديدة. هنا عندك اهم البلدان. عندهم من المملكة العربية السعودية بعدها العراق بعدها مصر امان اليمن. النسب هذا عندك العمر. على اساس تعرف ايش الفيديوهات اللي اللي راح تفيدك بشكل كبير جدا. لاحظو ان اكثر اللي دخلوا الى قناتي كلهم من امر صغير. 18-24-25-4 ثلاثين. هم لغاية الترجمة طبعا ما ضفت لغاية ترجمة. في عندك الارباح. هذا طبعا ما تظهر لما تكون قناتك اه تحقق اربع الف ساعة. هذا الشروط اللي ذكرناها. راح تفعل عندك تحقيق الدخل. يظهر عندك العداد هذا عاصل يوصل للنهاية يكون اربع الف ساعة. بدون اربع الف ساعة ما راح ينفع بالخالص. اربع الف ساعة زائد ايش? الف مشترك. هالالف مشترك خلاص تخطينا. اه تبقى تكملة الاربع الف ساعة. خلونا ارجع لضغية تفاصيل. في عندنا الفيديوهات. الفيديوهات اللي انا قمت بتحميلها او برفعه على اليوتيوب. لاحظوا يظهر لنا عدد خيارات. هذا طبعا الشكل الجديد لليوتيوب. في عندك اما خيار ضغطها التعديل او خيار يجيب لي حصائي عن هذا الفيديو. او خيار ايش? التعليقات. لو في تعليقات عنه. انت بتشوف هنا نسبة العجاب. التعليقات. بتشوفني في تعليقات بتضغط على هذا الخيار. راح يودك للتعليقات. خلونا نشوف فيديوه في مجموعة. مجموعة مشاهدات هذا الفيديو على سبيل المثال. لو ضغطت على الاحصائيات لاحظوا انا اختر فيديو ما بختار الاحصائيات الكاملة على القناة. لاحظوا عدد المشاهدات واختار المشاهدات بالساعات. الفيديو هذا بالذاتة اي ماذا خير تشوفه ما شاء الله يعني محقق النتيجة متازة جدا. لانه احيانا يكون عندك ثلاثة فيديوهات هي لانه اللي شغلت ولي اشغل لنا بقية الفيديوهات. وتشوف القناة كلها يعني اكثر الفيديوهات ميتة. فهذا شي طبيعي. الفيديوهات اللي مثل هذا حاولوا تستفيدوا منها. نفس الاشي. الان في عندنا. لما اضغط على الفيديو او اضغط على هذا. لاحظوا ايش اللي راح يظهر. راح يظهر لي تعديل لو في تعديل خطأ معين لو في اه نص معين. هنا راح تظهر لي جودة الفيديو. انا رفعته فوركي. ويتش دي بيظهرك جميعا لا. هذا طبعا الفيديو. وهنا صورة مصغرة بامكانك انك تعمل لها تنزيل. على اساس الفيديو حقك. اذا حبيت تنزل في جهازك. او تعمل من هنا تنزيل. خلونا نرجع. بقية تفاصيل. الان في اشياء اه راح تظهر اما عندك تعديل اناس عندك اه تعليقات لانه ما في تعليقات فالتالي ما راح يكون في تعليقات لهذا الفيديو. انا في عندك تعليقات بانتظار المراجعة. اه محتوى غير مرغم في يعني لو في شخص كتب كلام ما وزين. فبالتالي اليوتيوب راح يمسكه. خوارز مية اليوتيوب. الان المتبقي. هنا راح تظهر لك التعليقات كامل. هنا عندك باقي التعليقات كامل راح تظهر في هذا المكان. انت ممكن تعمل عجاب وتعملها مراجعة على الارجح. لاحظونا. هم تعليقات سي ترجع عليها وتوفق عليها. في عندك الترجمة. ترجمة هاته تقدر ان تضيف ترجمة لكل فيديو. او تخلى الناس هم اللي يعني ترجمة لاحظونا معي موجودة والخالص. مسودات المنتدى. هذا ما يفهمه. خلونا نروح لمكتبة الصوتيات. بالنسبة للمكتبة هذي مهمة جدا. على اساس يعني ما تاخذ لك صوات اه ما هي لك شخصية. فبالتالي علشان ما توجع اي مشاكل. كله اللي عليك انك تحدد الموسيقى. فتقوم بالضغط عليها. بتستمع لها شوف اعجبك الصوت. تأكد شوف من المدة نفسها. في عندك هنا عندك اتخيارات. وانا تعملها عمي التحديد. لكن لاحظو ليس كل الفيديوهات ما تكون هذا الشكل. انا في عندك المدة. اذا انت مؤتمة في لي حبك اكتر وخصية تتظهر. راح تظهر لك تأرشف. بهذا الشكل. ايش نوعها? لو اخترنا على سبيل المثال. حالة المزاية ثانك. لاحظو ايش اللي اظهر ظهر لي هذا العلامة. هذه العلامة مع انت في حقوق والتعليقات. لما تنسخ هذا تحملها في جهازك. فانت مجبر انك تنسخ هذا الكلام وتحطوه في التعليقات في الوصف حق الفيديو. علشان ما يعمل لك مشاكل. انا بعتبرك انك سرغتها سرغة. هذا بهذا الشرط. البقية عادي تقدر تحملها في جهازك. المكتبات الصوتية اللي تكون بهذا الشكل حاولك ما تنزل على جهازك لانه ما راح تعرف اي من فين اخذتها. فبالتالي لما بتحتاجها بتحملها فقدر غير. بقية الفيديو بقية المقاطع الصوتي تقدر تستمع عليها بنفس الطريقة. في عندك ايش الاشي اللي تحلي صاخبة هل هي مؤثرة مبهجة? عندك الالات الموسيقية ومش عارف ايش بقية تفاصيل نسبة ال او ممكن اذا تحافظ اسمها تبحث عنها. لو نيوز على سبيل المثال. تضغط انتر. راح يظهر لك الفيديو حتى. احذف واحد او حتى ابدأ بحرف واحد. فانتظروا لتكون حافظ اه حافظة نفسها. خلونا نطلع من هذا. في عندنا تأثيرات صوتية. يعني تأثيرات صوتية هذا. اه بالنسبة الفيديو عندك تأثير الفيديو نفسها. حلو والعب رياضية. على اساس اضيفها الاحلية بواب اشياء اسلحة على سبيل المثال. اضغط عليها. وراح يظهر لها الصوت اللي انتم شايفين. ساحظوا مدهة الفيديو. مدهة طبعا قطرين. انا في السياسة مقاطعة الان لاحظوا. الفيديو انا اللي حملته ان شاء الله. الان لاحظوا. الفيديو انا اللي حملته ان شاء الله. راح اشرح لكم في الفيديو السابق على اساس ما يطول الشرح. كيف تظهر الفيديو حقيقي في الصفحة الاولى. لاحظوا الفيديو فين بالضبط. هذا الفيديو تبايا. لاحظوا المهندس صادق العلومي. تخيلوا يعني الفيديو. الفيديو نفسه مشاهدة تام. وقبل ثلاث ساعات. بينما اللي قبي تخيله قبل خمس سنوات. يعني كيف سبقتها. وشوفوا اللي بعدي برضه. نفس الشي يعني ثلاثة الف و سيدمائة مشاهدة مع ذلك تخطيتهم. ان شاء الله راح اشرح بالفيديو القادم باذن وحدات. ان شاء الله نلقاكم في دروس اخرى باذن الله. ودمتم في رعاية الله وحبطي. اذا عندكم ايز اذا عندكم ايز سبسارات تتركوا في التعليقات.